طالب بنز أول من صنع السيارات مع جوتليب دايمالر وهاني فورد الحلقة الواحدة والخمسون من سلسلة علماء ومسترشيفون ومخترعون السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر فيديو ساتف المصدر ومرجع المعلومات أول من صنع السيارات مع جوتليب دايمالر وهاني فورد في سنة 1883 ميلادي ابتتعى الألماني دايمالر أول محرك تانا يعمل بالبنزين وفي سنة 1885 ميلادي اشتاعت دايمالر مع فيلم هام مباييخ في إنشاء مصنع للدراجات البخارية وتانا الألماني بنزرد صمم محرك يعمل بالبنزين عام 1878 ميلادي وفي عام 1885 ميلادي صمم أول سيارة من نوعها تعمل بالبنزين لأنها كانت تسير على ثلاث عجلات فتانت بطيئة إذ بلغت سرعتها 15 تلو مترا في الساعة وفي سنة 1886 ميلادي عاد دايمالر وابتطأ السيارة بأربع عجلات لتكون أرثر راحة وأرثر السرعة وأسس شائطة دايمالر عام 1889 ميلادي وكانت تصنيع السيارات في بداية اختراعها يتم يدويا ولذا كان إنتاجها محدودا وكان ثمنها مرتفعا جدا ولذا ارتصر ارتناعه على أثرياء المجتمع والمولوت والرواساء وفي سنة 1908 ميلادي أنشاء المهندس الأمريكي فورد أول مصنع من نوعه لإنتاج سيارات فورد ووصل حجم الإنتاج بحلول سنة 1913 ميلادي إلى حوالي ألف سيارة يوميا وهو ما أحدث إنخفاضا تدريجيا في أسعار السيارات وبداية ساعد فورد على الجار ذلك لاختراع السيارة في متناول طبقات أتال ثراء عن تلك التي امتلتت السيارات في البداية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد تم RSLT على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد تم ابات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد